ذكر إعلام تركي أن السلطات أفرجت عن لاعب كرة القدم الإسرائيلي المتهم بالتحريض على الكراهية وزارة الخارجية الإسرائيلية تقول إن لاعب كرة القدم الإسرائيلي الذي اعتقل بتركيا بتهمة التحريض على الكراهية قد أفرج عنه وسوف يعود إلى إسرائيل هذا اليوم وقد وصف وزير الدفاع الإسرائيلي احتجاز تركيا لللاعب كرة القدم الإسرائيلي بالفضيحة والنفاق مؤكدا أن تركيا تعمل كذراع تنفيذية لحماس وكان ممثلون الدعاء في تركيا قد فتحوا تحقيقا ضد ساكيف جيازجل لاعب كرة قدم إسرائيلي يحترف في صفوف أنطاليا سبور تركي بتهمة تحريض الناس على الكراهية وذلك بعدما احتفل اللاعب الإسرائيلي بتسجيله هدف التعادل بمرمى تربزون سبور أمس الأحد وتوجه إلى الكاميرات ورفع يده وأشار إلى ضمضات كتب عليها مئة يوم على سبعة أكتوبر بجانبها نقش لنجمة إسرائيل مما دفع بنادي أنطاليا سبور لاستبعاد اللاعب الإسرائيلي معي مباشرة من إسطنبول أستاذ العلاقات الدولية الدكتور سمير صالحة أهلا ومرحبا بحضرتك دكتور سمير على شاشة الحدث في البداية إلى ماذا تستند تركيا أو هذا الحراك القضائي أو التحقيقي إلى ماذا تستند تحديدا من الناحية القانونية لاتهام اللاعب الإسرائيلي بنشر الكراهية إنما تحدثنا كذلك عن وجود علاقة موجودة بين الإسرائيليين والأتراك نتحدث عن الحكومات هنا طبعا صحيح دانيو حيي الجميع أولا أولا نحن نتحدث عن مباريات في كرة القدم الفرق الممتازة يسجل هذا اللاعب الإسرائيلي كما أشرت أنت الذي لعب في فريق منتخب أنطاليا هدفا في مرمى الفريق المنافس ويتوجه إلى الكاميرا يرفع يده والتي كان مسبقا قد جهز عليها هذه العبارة التي أنت أشرت إليها مصحوبة بنجمة داود في قلب الرياضة حدث من هذا النوع لا يمكن فصله عن المشهد السياسي القائم عن أجواء الأمنية القائمة في غزة عن التوتر التركي الإسرائيلي الذي بدأ منذ اندلاع المعارك في غزة ووصلنا إلى هذه النتيجة لذلك تحرك كان في ردد فعل أولا على مستوى الشارع في المدينة تظاهرات واحتجاجات مطالبة الفريق بإبعادي وإخراجه من الفريق وإلغاء عقده بعد ذلك تحرك الإدعاء العام في أنطاليا واستدعاه للإستجواب الآن عندي معلومات تقول أن الإدعاء العام وزع إفادة اللاعب الإسرائيلي وهو قال أنه لم يكن هدفه لا التحريد ولا الاستفزاز أنه خارج السياسة وأنه لا علاق له بالسياسة وأنه يعتذي لما كان قد أسيئ فهمه من خلال ما فعله هذا مضمون الإفادة كما نشير في الإعلام التركي قبل قليل إذا كانت هذه المعلومات صحيحة فهذا يعني أنه اللاعب يريد أن يتراجع عما قام طيب حسب القانون التركي عفوا يا دكتور سمير حسب القانون التركي هذه تهمة متعلقة بنشر الكراهية كيف خلال يوم واحد يعني بحسب ما أشير في الأنباء يتم الإفراج عنه يعني هل هو موقف تركي لمواجهة حرج معين مثلا مقابل الإسرائيليين محاولة لقفل الصفحة بسرعة لا أظن لا أظن الإدعاء العام أو القضاء التركي بشكل عام عندما يدرس ملف أو حالة من هذا النوع يأخذ بعين الاعتبار من هو الشخص تفاصيل الحادثة وما الذي جرى لذلك أظن أخذ إفادته وإطلاق صراحي على سبيل مواصلة التحقيق يعني تم الإفراج عنه لكن الملف لم يغلق بالنسبة للقضاء لكن اللاعب سيعود إلى إسرائيل ذلك لا يتعارض مع الإجراءات دكتور سمير هل هذا ما نفهمه صحيح صحيح يعني يبدو أيضا أنه في طائرة خاصة كما نشر قبل قليل في الإعلام إذا كانت هذه المعلومات صحيحة طائرة إسرائيلية خاصة أتت إلى مدينة أنطاليا وهي تريد استحاب هذا اللاعب وأسرته والفريق أنطاليا أيضا أعلن قبل قليل أنه جمد فسخ عقده مع هذا اللاعب الجديد هنا ربما لا أعرف إذا كان عندك هذه المعلومة أخ أحمد أنه لاعب إسرائيلي آخر في فريق بشاك شهير في إسطنبول هذه المرة غرّد دائما لللاعب الإسرائيلي وتغريدته أيضا ليست سهلة لن أعرف حتى الآن كيف سيتم التعامل مع هذا اللاعب الإسرائيلي الآخر في إسطنبول أريد أن أسأل أيضا دكتور سمير إسرائيل اتهمت تركيا بأنها الذراع التنفيذي لحماس قبل أيام اتهمت لهاي ما يجري في لهاي أو جنوب إفريقيا تحديدا بأنها الذراع القضائي إلى حماس واضح أن إسرائيل يعني تباشر بسرعة إلى إطلاق كلمة ذراع توصفها بأي يعني ما تراه مناسبا وتلسق ذلك بالدول وما إلى ذلك كيف تنظر تركيا إلى هذا الاتهام طبعا الموقف التركي معروف منذ بداية الحرب في غزة وحتى الآن ذهب بإتجاه يعني تصعيد ضد إسرائيل لكن تصعيد تدريجي ووصلنا إلى النقطة النهاية مع تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان الأخيرة اتهامات مباشرة لتنياهو وحكومته وموصلت هذا التصعيد يعني لا أظن إطلاقا أنه بعد هذه الساعة سيكون هناك تراجع في الموقف لا التركية ولا الإسرائيلية أنقرة مصرة على إزاحة نتنياهو عن الحكومة على إسقاط حكومة نتنياهو وأن ترى حكومة إسرائيلية جديدة تعتمد سياسة مغايرة لسياسة نتنياهو حتى الآن طبعا الداخل الإسرائيلي أيضا في ردود فعل بشكل أو بآخر لكن في نهاية الأمر أنقرة ماضية حتى النهاية في الموقف الذي بدأته حيال حكومة نتنياهو وطريقة تعاملها مع ما يجري في قطاع غزة إذن من إسطنبول أستاذ العلاقات الدولية دكتور سمير رسالحة شكرا جزيلا لحضرتك ويعطيك العافية ترجمة نانسي قنقر